أهل السنة والجماعة أضافهم إلى السنة لأنهم متمسكون بها والجماعة لأنهم مجتمعون عليها أذرب أشكروا كلها لا تساوي لأذل أذن السلم عطاوي البارح أذرب أشكروا كلها لا تساوي لأذل أذن السلم عطاوي البارح أنا الناس مضى المريش بالعكس أنا لذلمتهم بسعاصي دي أنا لذلمتوا بسعاصي دي أنا لذلمتوا أنا لجرعت لي لأنني كتغلت لأنني كتغلت الخاوة اللي معك وقد نتعلم في العصابة للضيحات الفايد فاتشي وقد نعرغيه المسائل رسائل مسائل تملك في الواتساب وتقول لناس هنتو ما وحنا هتشرع مازالين مستمرين فيه وما زال غادي تكون ندوات غادي تكون ندوات على المستوى الوطني يكونوا على يقين بأنه في كل مدينة غادي تكون ندوة كونوا على يقين إن شاء الله وغادي يكون ندوات حضرين فيها الناس اللي هو من الوزن التقيل اللي مستواهم عالي لا من ناحية العلم ولا من ناحية الأخلاق السلام عليكم ما زال فيديوهات سوف تسمعونها مرعبة جدا ولكن هذا الأمر قلناه سابقا وأخيرا ظهر الحق الذي كنا نقوله عن محمد الفايد الذي يعمل تحت أجندة معادية للإسلام وتم فضيحة محمد الفايد الذي اتحد مع أعداء الإسلام مع شخصيات معروفة على الساحة وهو عصيد ورشيد إيلال ويوجد عند صديق الفايد كل التوابت وكل الاتصالات التي كانت بينهم مسجلة عند صديق الفايد الذي فضح الكل وكانت تنصق هذه العلاقة إمرأة اسمه خديجة ملقبة باسم إيلاج المسك والذي فضحها المعطاوي حيث كانت هذه المرأة تجلب له هذه الشخصيات المعادلة للإسلام والعرب إلى قناته فلما وقع بينهم خلاف فضح هذا المخطط الذي تسعله هذه المرأة والتي تشتغل تحت أجندة كمنصق لجلب كل من يعادي الإسلام والمسلمين ليحاربوا السنة النبوية بدعوة الإصلاح والتنوير نستمع أخيتي هذه نرجعه بأيسا مطلقة عيشاقين مع أمها جابت الفايد جابت المفضيل جابت منع كراش جابت أيلال جابت لي ججن اليمن وقالت لي ججن الميصر وبقتل تحديد سلطانات عمر لأجدك شي مسألة أولا تمفزيح الخطير في القضية هي أنها ستصل بها واحد من نهار وشدوا الحزاب نواعتكم وشدوا الحزاب ماذا وجدوا تحلل ديال الباقي تصلت بها قلت لي السمع طاوي قلت لي نعم قلت لي كان واحد تنويري قلت لي كان واحد تنويري خطير قلت لي نجي يقولك اللي هو اللي أبوتي تقوله اللي كيخدم في هاد الأجندة كلها هل تعرفون منه عصيب 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 والآن عرفتم يا متابع الفيد لماذا محمد الفيد التزم بالصمت ولم يعد يحارب السنة النبوية لأنه يعلم أن كل مكالمات التي بينه وبين المعطاوي وهذه المرأة الخبيطة الملقبة بإلاج المسك كل تصريحاتهم حول محاربتهم الإسلام مع أشخاص مخالفين لديننا كل هذه المسائل مسجلة عن صديقه المعطاوي الذي يريد فضح خديجة الملقبة بإلاج المسك هؤلاء يعادون الإسلام والمسلمين ويقرهون العرب نستمع أنا قدامك وفي وجهك وقلت لك الدكتور الفيد المشكلة عنده 13 القرن وما تحلش واش أنت تظهر لك أنك غادي تحل هذه المشكلة وغادي تنتصر عليهم الدكتور الفيد هاتجوج الناس واحد عنده أجندة عرقية واحد عنده أجندة دينية هاتجوج الأجندة تبدو كيبانو في ليلائب ديالك من خلال ومدهب ديني لمشيتي فيه للأسف شديد وكانت أسف إحنا شاب واحد أنا أمازيغي الأصل أنت تقدر تدير الأمازيغية وتقدر تعلمتها وكل شيء لكن أنا تتجري في دمي أنا أمازيغي وما تنقبلش نفرقوما بين العربي والأمازيغي هاتي خنوط فرنسا هاتي خنوط فرنسا هاتي خنوط فرنسا قال المشكلة عنده 13 قرن يقصد اتباع المسلمين المصدري للإسلام القرآن والسنة النبوية الصحيحة الشريفة وقال أن محاربتها صعبة زائد على ذلك أنه قال بالنسبة للشخصيتين عصيد ورشيد إيلال قال أن واحد عنده أجندة عرقية وواحد عنده أجندة دينية وهذا يبين أن هذا الشخص لا يعرف هذا الشخصيتين التي تنصب في خانة واحدة وهي معادات الإسلام والعرب في كل خارجاتهم تسمع ركام من الشبهات حول الإسلام المبنية طبعا من مغالطات وتلبيس وأيضا معادات العرب يقولون أنهم هم السبب في نزل أمازيغ سلطتهم في شمال إفريقيا وأن العرب هامج كانوا يقتاتون على الغزواج والسبي وتجارة العبيد قالوا أن هذا ما كان يعرفه العرب المسلمين في حياتهم كلها وهذا الكلام كله مسجل في قناواتهم قناة عصيد ورشيد إيلال وإن شاء الله الفيديوهات المقبلة ستكون حول هذه الشخصيتين إن شاء الله تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر